ونبقى في القطاع الخدمي حيث أجرى كل من النائب محمد البلداوي والنائب الفني لمحافظ صلاح الدين مفيد البلداوي رفقة عدد من المسؤولين المحليين جولة ميدانية للإطلاع على مشروع ماء الدجيل والذي تصل طاقته التصميمية إلى 4000 متر مكاعب بالساعة وتجول الوفد بالمفاصل الحيوية للمجمع الذي يغذي مناطق واسعة جنوبي المحافظة بالمياه الصالحة للشرب وأكد النائب الفني للمحافظ أن الحكومة المحلية عازمة على تطوير قطاع التنمية المائية بما يتناسب مع الحاجة الفعلية للمياه من قبل المواطنين وأقال عضو مجلس النواب محمد البلداوي أن حرص الحكومة الاتحادية على توفير الإمكانات الملائمة لبسط الخدمة وإرساء مفاهيم توزيعها بشكل عادل يأتي من عزم الحكومتين التنفيذية والرقابية التشريعية على تحسين الواقع المعيشي والخدمي لجميع المواطنين اشتركوا في القناة